الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستثيم صراط الذين ألعدت عليهم غير المغضوب عليهم ولو ظاهلين آمين إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوق بالعصبة مر القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرقين وابتل فيما آتاك الله الدا والآخرة ولا تنس نصيبك إلى الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيتم على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثوان الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا ينقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداله الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقضر لولا أمن الله علينا لخسف بها ويك أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآفرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتبين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم وله ضالين من جاء من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن وردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء من جاء بالمها ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنسلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء خالق إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون الله أكبر